أهلا وسهلا بكم في أول درس من دورتنا حول تمثيل الأعداد كجزء من أساسيات الإعلامية في هذا الدرس سنتكلم عن نظام العد العشري إذا النظام العد العشري هو النظام الذي نستعمل في حياتنا اليومية اكتبونا كأنوال للدرس النظام العشري أعرف أن في النظام العشري يمكن أن نمثل أي عدد نريد انجلاقا من الأرقام 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 إذا لدينا عشرة أرقام كأسماء نسمي هذه بأعناصر النظام والعدد عشرة نسميه بالأساس أو أساس النظام أساس النظام إذا مثلا حين أكتب العدد 2012 أعرف أن قيمة هذا العدد مرتبطة بعاملين هما مكوناته من العناصر أي أنه يتكون من العناصر 2,1,0,2 وأيضا مكان كل عنصر أعرف أن قيمة هذا العنصر في المكان الأول تخالف قيمته في المكان الرابع نحن نعرف أو تعلمنا بطريقة القائية أن نسمي هذه بالعشرات بالوحدات العشرات المئات الألاف لكن ما معنى ذلك هو أن الوحدات مثلها بواحد العشرات بالعدد عشرة المئات بالعدد مئة والآلاف بالعدد ألف عشرات الآلاف بالعدد عشرة آلاف إذا لو أردت تفكيك هذا العدد ألفين وإثني عشر ما هو بالضبط هو رقم الوحدات اثنين مضروب في قيمة الوحدات واحد زائد ماذا؟ رقم العشرات الذي هو هنا واحد شداء أو مضروب النقطة هنا علامة الضرب في قيمة العشرة التي هي عشرة زائد ماذا؟ لدينا سفر في قيمة المئات التي هي مئة زائد نهاية اثنين في قيمة الألاف التي هي ألف إذن كجمع أحصل على اثنين هنا أرى أن اثنين في المركز أو في المرتبة الأولى أو في الموضع الأول يخالف اثنين في المرتبة الثانية لأن في المرتبة الأولى قمت بضربه في واحد في المرتبة الرابعة قمت بضربه في ألف فأحصل هنا على اثنين زائد واحد زائد سفر في مئة سفر زائد اثنين في ألف ألفين تاريخ النتيجة هي العدد الذي انطلقت منه اثنين زائد واحد وهنا لدي عشر عفوا اثنين زائد عشر اثنين عشر زائد ألفين ألفين واثنين عشر إذن هذه الطريقة لتفصيل أو لتفكيك مكونات عدد ممثل في النظام العشري كل ما قمت به هو أني أقوم بضرب كل عنصر انطلاقا من اليمين في ماذا 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 واحد عشر مئة ألف عشر ألف أنها قيوة للأساس قيوة للعدد عشرة واحد ما هي إلا كثبه هنا بالنون معير واحد ما هي ما هي إلا عشرة السفر عشرة ما هي إلا عشرة واحد مئة ما هي إلا عشرة responsibility واثنين واحد ألف ما هي إلا عشرة ثلاثة وعشرة ألاف ما هي إلا عشرة موس أربة إذن كلما انتقلت لليسار أقوم برث قوة الأساس انطلاقا من الصفر 0 1 2 3 4 2 في 10 1 في 10 1 في 10 2 في 10 3 لنرى طريقة أخرى أسهل لتقسيم أو تفكيك عدد عشاني ستساعدنا في التعامل مع الأنظمة الأخرى التي نريد الوصول لمعرفة خاصيتها وهي النظام الثنائي الثماني وست عشرين أكتب من جديد العدد 2012 يعني أريد أن أصل لنفس النتيجة هنا وأقوم بقسمته طريقة متوالية على الأساس الذي هو لدينا عشر 2012 أقصم على عشرة 200 وواحد وأكتب الباقي 21 في 10 2010 من 2012 الباقي 2 ثم أعاود قسمة الخارج على الأساس الذي هو عشرة فأحصل على 20 20 في 10 200 من 201 فالباقي 1 ثم أعاود قسمة الخارج على 10 على الأساس فأحصل على 20 مخصوم على 10 2 والباقي سفر 2 في 10 20 من 20 من 20 سفر ثم أعاود قسمة العدد هنا على الأساس 10 سفر فتكون النتيجة كم سفر والباقي سفر في 10 سفر من 2 2 إذن لو لاحظت أن العدد الذي كتبته ما هو إلا هذا العدد من هنا 2012 كيف يمكن أن أجمع بنفس الطريقة التي قمت بها هنا في الأول بالطريقة الأولى إذن أقوم فقط بالبدء من الأعلى لديه 2 طريب 10 الأولى هي الوحدات هذه هي العشرات هذه هي المئات وهذه هي الآلاف إذن كيف أقوم هي 10 سفر زائد واحد دارب 10 بس واحد زائد كما لديه هنا الباقي سفر في 10 بس 2 زائد لديه هنا 2 في 10 بس 3 لو قمت بعملية الجمل أولاً أضرب 2 10 10 1 2 الصالحة لا العدد 2 زائد 1 1 10 10 10 10 10 10 200 في 0 0 ثم لديه 10 3 1000 في 2000 2000 أحصل على النتيجة 12 زائد 10 12 زائد 2000 2012 إذن هنا كل ما قمت به هو القسمة أخذ العدد العشرية وقسمته بصفة متوالية حتى أصلي خارج يساوي السفر على الأساس قمت بقسمتها على عشر ثم أكتب الباقي وهنا ألاحظ أن الباقي يجب أن يكون دائما من السفر حتى التسار لأنني أقوم بالقسمة على عشر وبالتالي هنا الباقي بالضرورة سيكون فقط من عناصر النظام الذي أستعمل أي النظام العشرية أقوم بالقسمة على عشر الباقي بالضرورة سيكون إما بين السفر والتسار لا يمكن أن يكون أكبر من التسار إذن أقوم بالقسمة بالصفة المتوالية حتى أصل على جداء يساوي السفر وأكتب الباقي في الأخير من الأسفل حتى أعلى هذا هو الرقم الذي أحصل عليه أو العدد الذي أحصل ألفين وإثنين عشر طريقة جمعها هي بطريقة تالية كما أحضنا أخذ الباقي الأول أقوم بضربه في عشر بالقوة سفر إذن القوة على عكس تجاه كتابة العدد تنقص أو تزداد من أعلى إلى أسفل إذن أبدأ بالقوة صفر كلما قمت بالكسمة على عشرة أقوم برث القوة أبدأ بالقوة صفر ما واحد اثنين وثلاثة لو كان لدي عدد أكبر كنت سأستمر في الكسمة على العدد على الأساس عشرة إذن لماذا هذه الطريقة لماذا ستفيدنا في التعامل مع العنظمة الأخرى التي نريد أكتشافها الجواب على هذا السؤال يمكن أن يكون بسؤال آخر سيكون هو مدخل الدرس الموالي ماذا لو قمت ماذا لو قمت هنا بتبديل الأساس عشرة بثنين كل ما سيكون عليه هو قيام بتغييره أيضا هنا الخارج سيكون مغاير والباقي سيكون مغاير حين أقوم بالقسمة على الثنين الباقي سيكون إما صفر أو واحد وهكذا إذن هذا تمرين يمكن أن تفكروا به قبل المرور للدرس المقبل وسنعرى كيفية التعامل معه في الدرس المقبل إن شاء الله إذن إلى اللقاء في الدرس المقبل